وأول ما يكون حسن الخلق بطهارة القلب والسريرة لا يمكن للإنسان أن يكون حسن الأخلاق إلا إذا سلم قلبه من الغل والحسد الشحناء والبغضاء واحتقار المسلمين فلا يمكن أن يكون الإنسان حسن الخلق وهو يحتقر الناس ولا يمكن أن يكون حسن الخلق وهو يترفع ويتعالى على الناس يبدأ أول ما يبدأ بطهارة قلبه أن يعرف أنه قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسبحان من خلقه وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين فلا فضل له على أحد إلا بتقوى الله الواحد الأحد تبدأ بقلبك فإذا طهر قلبك وأنت تطلب العلم من الأدران من الحسد من البغضاء من الشحناء تجاهد هذا القلب تجاهد هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا يمكن أن يكون الإنسان ذا خلق حسن يرضي به ربه ولا يمكن لطالب العلم أن يكون كذلك إلا إذا بدأ أول ما يبدأ بأقرب الناس منه وهم والداه وأولاده وزوجه يدخل بيته وهو متوكل على الله أن يجعله خير والد لولد يدخل بيته ولو كان مهموما مغموما ولو كانت عليه هموم الدنيا كلها فلا يمكن أن تسمع منه كلمة نابية أو سبه لأقرب الناس إليه وهم أهله وزوجه وأولاده وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى هذا المعنى وهو الصادق المصدوق في كل حال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهو عليه الصلاة والسلام يحمل هموم الأمة وغمومها وقد حمل هموم أصحابه ويدخل إلى بيته إلى أهله وزوجه فلا يرى منه إلا خيرا ولا يسمع منه إلا برا حتى الصغير الخادم له أنس بن مالك الرضي الله عنه وأرضاه يصحبه فلم يسمعه يوما من الأيام يقول له أف اللهم صل وسلم عليه تسليما وزده تشريفا وتكريما وتعظيما واجزه عن خلقك خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالة يا طالب العلم الأخلاق ترفع بها درجتك ويعظم بها أجرك وهي في كل حال وعلى كل حال